قام وفد من أعضاء مجلس النواب بزيارة إلى الجامعة الأمريكية في محافظة مادبة التقوا خلالها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مأمون عكروش وقدموا له التهنئة بتعينه من قبل مجلس التعليم العالي رئيسا للجامعة وخلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس الأمناء المهندس أسامة طوال عبر وفد مجلس النواب الذي ضم المهندس هيثم زيدين نائب رئيس المجلس والدكتور أيمن مدنات والمهندس مجدل يعقوب والأستاذ عمر النبر عن ثقتهم بكفاءة الدكتور العكروش الإدارية والأكاديمية والتي أهلته لنيل ثقة مجلس التعليم العالي وتعينه في هذا الموقع الرفيع التي تتبع أصلا للبطرياركية اللاتينية والتخصصات التعليمية التي تدرس فيها والمستوى الأكاديمي العام للجامعة من جهتهم أكد السادة النواب دعمهم لهذه الجامعة التي أصبحت خلال فترة قصيرة نبراسا علميا يرفض الأردن بالكفاءات العلمية التي تخدم المجتمع المحلي بشكل خاص والعالمة بشكل عام وفي ختام اللقاء استحبت دكتور العكروش الوفد النيابي بجولة في أروقة الجامعة وأقسامها واستمعوا من مسؤولي الكليات والأقسام إلى شرح عن أعمالها وبرامجها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة